لكل الرجال المتزوجين في السعودية الإمارات قطر البحرين ودبي تعالوا نتعرف سوياً علي أفضل ثلاثة مكملات طبيعية لزيادة القوة والرغبة والفخولة لا تنسي الاشتراك في قناة اليوتيوب الجينكو بيلوبا كينيكو بيلوب هو نبات يستخدم تقليدياً في الطب الصيني وله عدة فوائد محتملة للرجال ومنها تحسين الدورة الدموية يعتقد أن الجينكو بيلوبا يساعد في تحسين تدفق الدم بما في ذلك تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية مما قد يعزز من القدرة على الانتصاب ويحسن الأداء الجنسي تعزيز الوظيفة الإدراكية هناك أدلة تشير إلى أن الجينكو بيلوبا قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز مما يكون مفيداً للرجال الذين يسعون للحفاظ على أداء عقلي حد خاصةً مع تقدم العمر تقليل التوتر والقلق الجينكو بيلوبا يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وهو أمر مهم لصحة الرجل العامة وللحفاظ على الأداء الجنسي والنفسي الجيد تحسين الطاقة والقدرة على التحمل بعض الدراسات تشير إلى أن الجينكو بيلوبا قد يزيد من مستويات الطاقة والقدرة على التحمل البدني مما يمكن أن يكون مفيداً في الحياة اليومية وفي الأنشطة الرياضية مع ذلك من المهم استشارة الطبيب قبل استخدام الجينكو بيلوبا خاصةً إذا كنت تتناول أدوية أخرى حيث يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية ويسبب آثاراً جانبية متوفر علي تطبيق هيردكود الخصم شرطة السعودية الإمارات البحرين قطر وظائف وفوائد هرمون التستستيرون للرجال تعدد وظائف هرمون التستستيرون عند الرجال ومن أهمها ما يلي هرمون التستستيرون مهم في الوظيفة الإنجابية والجنسية الطبيعية هرمون التستستيرون مهم بالنسبة للتغيرات الجسدية التي تحدث خلال فترة البلوغ عند الذكور مثل نمو القضيب والخصيتين والميزات النموذجية للرجال مثل شعر الوجه والجسم هرمون التستستيرون يعمل على بناء المنويات، الحيوانات المنوية في خلايا الخصيتين هرمون التستستيرون مهم للصحة الرجل فبشكل عام يساعد على نمو العظام والعضلات وإنتاج خلايا الدم الحمراء ويعدل للمزاد والرغبة الجنسية وبعض جوانب القدرة العقلية لديه إعراض انخفاض هرمون التستستيرون من أهم الأعراض التي قد تظهر على الرجل الذي يعاني من انخفاض مستوى هرمون التستستيرون في جسمه انخفاض مستوى الشهوة الجنسية فإن إحدى وظائف هرمون التستيرون زيادة نسبة الشهوة الجنسية بالنسبة للرجل صعوبة الانتصاب سواء أثناء المعاشرة الجنسية أو ذاك الانتصاب العفوي غير المرتبط بالشهوة الجنسية مثل انتصاب الصباح لأن الهرمون الصندلي الذكوري يساهم في عملية الانتصاب بطريقة غير مباشرة وعليه فتدني مستويوات ألها هرمون لذكوري في ألد مقدة إثر على قدرة نال رجل على الانتصاب قلة انتاج كمية السائل المنوي لدوره في انتاج السائل المنوي فقدان الشعر عموماً وقلة انتاجه الهزل العم ونقصان مستوى الطاقة العامة لدى الرجل نقص في حجم العضلات لأن هرمون التستستيرون له دور في بناء العضلات زيادة كمية الدهون في الجسم ومن ذلك بروز النهدين لدى الرجل في كثير من الحالات تغير في المزاج العام وقد أثبت الدرسات أن من يعانون من نقص منسوب هرمون الذكورة في أجسامهم هم أكثر عرضة للاكتئاب بشكل عام الجنسنز هو نبات يستخدم في الطب التقليدي وله العديد من الفوائد الصحية خاصة لرجال تشمل فوائده تعزيز الطاقة والقدرة البدنية يعتقد أن الجنسنز يساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعاب مما يمكن أن يعزز الأداء البدني تحسين الأداء الجنسي تشير بعض الدرسات إلى أن الجنسنز يمكن أن يساعد في علاج ضعف الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال تعزيز الخصوبة هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الجنسنز يمكن أن يزيد من جودة السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية تقوية الجهاز المناعي الجنسنز يحتوي على مضادات أكسادة تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض تحسين وظائف الدماغ يمكن أن يساهم الجنسنز في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ مما يساعد في التركيز والتفكير تقليل التوتر يعرف الجنسنز بخصائصه في تقليل التوتر والقلق مما يمكن أن يساعد في تحسين الحالة النفسية من المهم ملاحظة أنه رغم هذه الفوائد المحتملة يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الجنسنز خاصة إذا كانت تتناول أدوية أخرى أو تعاني من حالات صحية معينة